خليني أروح للدكتور خالد عكاشة وفكرة إحنا نسينا ملامح أكتوبر ونسينا الأشياء الجميلة اللي خلتنا نحق هذا النصر تذكرناها مؤخرا وبشكل عملي وكل ما ذكره الأستاذ عبدالقادر شهيب وهو يتكلم لماذا تأخرنا في استثمار نصر أكتوبر هي نفس الأسباب التي جعلتنا نشيد ما تم بناءه الآن وإحنا بنشيد ملامح الجمهورية الجديدة وبتتبدأ أمامنا هنكتب فيها عن حرب أكتوبر دلوقتي 2021 هنكتب دلوقتي أننا رجعنا تاني ننظر للمهددات الاستراتيجية لمصر نظرة وقعية ونظرة أكثر عمقا نحن اكتشفنا بعد ثلاثة عقود من سؤالك الماضي اللي هو حول الإهمال أو التأخر أو التشويش أننا الحقيقة ما كانش عندنا نظرة وقعية وحقيقية تستشعر المهددات اللي ممكن تتعرض بها الدولة المصرية اشتغلنا في سيناء على مجرد الجزء الجنوبي فقط رغم أن كان عندنا تجربة رائدة وناجحة تجربة السياحة والنمو السياحي في جنوب سيناء إلى أننا الحقيقة ما خدناش هذا النموذج وتوسعنا فيه في بقية سيناء فبقي هذا النموذج رغم نجاحه وأهميته معزولا بذاته ما كانتش موجودة الرؤية الاستراتيجية الواضحة الناصعة لقدر تستشرف أن هذا الفراغ من الأحداث ومن السكان ومن المشروعات هيتمدد فيه آخرون بالضبط كده أن دي معادلة أزالية الحقيقة فكان الإرهاب واقف على الباب خلف هذا ما عليش أن تنظر الإرهاب واقف على الباب هستأذنك لحظة معنا الأستاذ الأكرم الأقصاص موجودة تفضل أستاذ أكرم واقف على الباب طبعا هستقول لي واقف على الباب فتكارت أكرم وبعدين ما ينفعش بقاعد وإحنا موجودين تفضل معنا لا شكرا كده شكرا بالإرهاب لا لا إحنا بقى إيه ده يبدد الإرهاب إرهاب على الباب أهلا بك أستاذ أكرم أستاذ فرئيز تحرير اليوم السابع وصديق العزيز أهلا بك نوارنا فيه معادل الصحبة الرائعة أهلا وسهلا فضل لفتالله المهددات الحقيقة زي ما ذكرنا وكنا بنقول كانت فعلا منتظرة هذا التشوش هذا التأخر هذا التباطئ الرؤية مشوشة في اتجاهات كتير ما هيش عارفة إزاي نقدر نحقق أمن قومي مصري حقيقي بخطط حقيقية موجودة على الأرض زي ما حضرتك وقلت المعادلة الأزلية إن يدخل آخرين ليملأوا هذا الفراغ بل ويصيبوا جسد الوطن كله بمهدد كبير جدا وبجرح كبير جدا إنهم يحاولوا يقفوا على هذه الأرض ويصبحوا مصدر تهديد وريب جدا جدا من نفس نظرية الاحتلال الإسرائيلي وما هيش بعيدة عنها ما رحناش بعيدة عن حرب أكتوبر إسرائيل كانت موجودة في سيناء علشان تنهك الدولة المصرية كلها ما كانتش عايزة سيناء من أجل الأراضي السينوية لا هي كانت داخلة علشان تهدم المشروع المصري اللي كان موجود في وقت جمال عبد المصر أمر يعني أعتقد كتير جدا من الكتابات والدراسات وكذا يعني وصلت لهذه الحقائق وقالتها إن اللي كان المقصود هو هدم هذا المشروع وتقويده وحصاره عبر إيه؟ عبر احتلال قطعة من الأرض هي سيناء كي تظل الاهتمام المصري والإرادة المصرية مسجونة ومشلولة تحت سطوة هذا الجزء المحتمل النهاردة الحقيقة ما يجعلنا نفخر بما يحدث اليوم بشكل متكامل إن الدولة كانت جهزة الحقيقة حتى مع وجود هذا المهدد الخطير وهو الإرهاب إنها كانت جهزة يعني جهزة أولا بقوات عسكرية بتحارب الإرهاب من اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أجهزة أمنية وأجهزة استخبارات بتشتغل على مدار الساعة حتى توفر للعملين على الأرض كل المعلومات وكل الرؤى ومصادر التهديد وما يحدث في داعش وفي القعدة وفي الإخوان وارتباطاتهم وكذا كي تمد الناس اللي شغالة على الأرض بكل الرؤى الصحيحة فاستطعنا في زمن قياسي يعني خليني أنحاز للدولة المصرية ولما جرى في الحرب على الإرهاب أمام نمازج عديدة إقليمية ودولية مصر في زمن قياسي استطعت أن تهزم الإرهاب هزيمة نقراء من 2013-18-19 كنا دخلنا أولا بتحارب الإرهاب بيد أو في مساحة وبتشتغل في الفرع التاني في قناة السويس أيضا من الدقيقة الأولى يعني هنا هو هي دي الإشارة اللي تقول قصاد كل المتابعين أن أنا كنت جاهز بالرؤية وعارف أنا رايح فين عارف أنا رايح فين سنة عشرين وأنا بشتغلها من 14 و15 فيش عشوائية على الإطلاق رجعنا بقى لما قالوا سيد عبد قادر تخطيط العلمي خطة علمية موجودة محددة شايف مهدد متحرك مرن شغال عليك بيهددك في سينة وبينتقل لك للوادي جوه أنت رايح تحربه هناك على أرض سينة وبتجفف منابعه في الداخل لكن عارف أن بعد 3 أو 4 سنين أنت محتاج أن أنت تكون جوه بقى مشهد البناء جوه المدن الجديدة جوه المصانع جوه منطقة اقتصادية جوه استثمارات أجنبية بتجيبها علشان تضع نفسك على خريطة الاستثمار الدولي تنقل المشهد المصري نقلة متقدمة إلى الأمام النهاردة أعتقد حاجات كتير جدا جدا تتشابه ما بين حرب أكتوبر اللي أنت كنت في عصرها في 73 بتعمل إنجازات جديدة خالص أشكال جديدة خالص من القتال المقاتل المصري، الفرد، حامل المؤهل العالي، المثقف، اللي قادر يتعامل مع التكنولوجيا، اللي قادر يتعامل مع أدوات عصره، اللي يمتلك الإرادة الحقيقية أنه يحرر واطن، نهاردة إحنا وصد نفس الشاب، نفس هذا الشخص اللي بيحمل مشروع البناء، اللي مؤمن بمسألة الجمهورية الجديدة، اللي كل المشروعات اللي إحنا بنتحدث عنها، اللي بناها، هم الشباب المصريين، اللي خطط لها واللي ودانا لهذا المربع المشرف والواضح الرؤية، هم الشباب المصريين